امام ايضا نشيد نشيد قولا واحدا بمن ارادوا ان يسأروا من اجهزة الامن بالامس نعم كان الهدف الامس هو اهانة الشرطة مرة تانية كان الهدف الامس هو الاسقاط على الشرطة مرة تانية كان الهدف الامس بالامس بس الرعب والزعر وتصبيط همم رجال الشرطة مرة تانية وثالثة عشان ايه الناس تنم ما تشتغلش لا الان عليكم ان تقولوا اعتذروا كل ما نهان الشرطة عليها ان يعتذر الان كل ما نهان الدولة بالامس عليها ان يعتذر لان هم عايزين نازي ما تشتغلش هم ارادوا حل امن الدولة ليه عشان هي اللي بتكشف هي اللي عندها المعلومات هي اللي عارفة كانوا فكروا في مرة يحلوا المخابرات مش قالوا مرة عايزين نماشي المخابرات العامة ونحلها مش طلع هذا الموتور ابو العيلة ماضي لما قالك بتأجر بلطجي مش قال كده ابو العيلة ماضي ليه لان هم عارفين دول المعلومات هم مش عايزين القوات المسلحة ما تحاربش لا هي تبقى بس بتواجه حاجتين الارهاب والحدود بس مش كانوا الارهابين عايزين يعملوا كده عشان يبقى بلدك مرتع للارهاب والاجرام تبقى مرتع للطابور الخامس تبقى مرتع للامريكان تبقى مرتع للامريكان النهاردة مرة تانية بقول لهم خسيتم ان انتوا تسيقوا لاجهزة بلدكو خسيتم ان انتوا شاركتوا في المؤامرة نعم ولابد من فتحكو وانا اللي هعمل ده بعون الله بعون الله وانا وانتوا والزمن طويلة كل واحد ان برحان الشرطة عليه اعتذر وانا بقول لي اعتذر كان اعلامي او ناشط او حقوقي او حتى كان من كان عليه ان يقول عذرا عذرا يا رجالة عذرا ان احنا بنشارك للمرة التاني والجيش تاني واسقاط الدولة التاني لان انتوا عملتوها في 25 و28 وفي 5 مارس 11 عملتوها تواطعتوا وحان الوقت نعم هناك اعلام تواطئ مع هؤلاء الخونة وبيحاول يتواطئ مرة تانية في بلد في بلد وفي دولة لابد ان تقف على قدميها وستقف باذن الله كل التحية لرجال الشرطة كل التحية لسيد مجد عبد غفار وزير الداخلية اللي طلعت بعض الاصوات مبارح بتتكلم عنه النهاردة بيأكد جهاز الشرطة جهاز بجد جهاز لديه المعلومات لديه الرجال لديه كيف وصل لهذه الادلة وهذه المعلومات في زمن نعم هناك دول عظمة لا تصل لمعلومات مصر وصلت اجهزتها وصلت اللي اعلن الان هو الرئيس عبد الفتاح السيسي يا رب يحمي دايما بلدنا عايزي تسمعكم ماذا قال الرئيس مرة تانية كلمة مهمة يكشف